نتيجة مطمئنة لنادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي دولي أبطال أفريقيا نادي الأهلي قدر أنه يفوز 2-0 بعد في مباراة ربما كانت على استاد القيارة بحضور عدد كبير جدا من المشاجعين نضي فريق الرجاء المغربي لهدفين سجلهم؟ محمد عبد المنعم وحمدي فاتحي أكيد ده قبل مباراة الإياب اللي حتكون في المغرب يوم السبت اللي جاي إن شاء الله الأهلي محتاج للتعادل بأي نتيجة أو أنه حتى يخسر بهدف واحد ولو ده حصل برضو إن شاء الله حيتأهل للدول النصف النهائي من البطولة خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن مباراة إمبارح ومباراة الإياب هنعرفها أكتر من ضفنا في الستوديو الأساس محمد عادل النقد الرياضي صباح الخير عليكم نوالنا يا محمد أهلا وسهلا صباح الخير كل سنة وأنتم طيبين وأنت طيب الأهلي كان قريب جدا من مغادرة البطول وبعدين في ريمونتادة من حركات الأهلي المشهورة والمعتادة والقدرة على التعامل في المواقف بعد مباراتين لقينا الأهلي رجع تاني جدا وبقى عنده أداء توقعنا مبارح يبقى الحماس أكتر من كده ولكن برغم النتيجة الجيدة جدا كنا عايزين أكتر صحيح لأن مباريات النوكاوت أو الأدور الإقصائية أهم ما فيها هو استغلال عامل الأرض والجمهور واللي كان متواجد بشكل كويس بأقصى طريقة ممكنة خصوصا إحنا خلاص دخلنا في مرحلة إنه هي أي فريق موجود ضمن التمانية ده مش في بطولة الدوري عطال أفريقيا بس ولكن في أي بطولة إقصائية بيبقى له احتمال للفوز بالبطولة فإزاي نظر أفوز بالبطولة إنها أتخطى المنافسين لقدامي مباراة الزهاب كانت على أرضي وسط جمهوري فلازم أستغل لها أفضل استغلال مباراة طبعا صعبة مباراة ضد واحد من أقوى الفرقة في أفريقيا هو أقوى راكورد موجود في دوري عطال أفريقيا السيزن دوت عفوا نادي الرجال المغربي مخسرش خالص في دوري عطال أفريقيا إن موسم دوت كسب خمس مباريات في دور المجموعات وتعادل مباراة واحدة فهو جاي بمعنويات كبيرة معنويات عالية يمكن ده عكس اللي بيعملوا في الدوري المغربي وبيحتل المركز الخامس في الدوري المغربي بالمناسبة لكن الأهلي جاي من دفعة كبيرة وهنا بقى الدفعة مش الأهلي اللي عمل الريمونتادة لا ده الريمونتادة حصلت بره الأهلي خارص زي لأن مباراة طبعا الناس كلها جمهوري الأهلي فاكد مباراة الهلال السوداني ضد المعامل مباراة اللي انتهت واحد واحد طب الهلال كان له فرصة تاريخية يمكن ممكن ما تتكررش على المستوى القرية بالنسبة لفرق الهلالي أنه هو يتأهل للنوكاوت ركل الجزاء بتضيع في الدقائق الأخيرة من المباراة دي أجلت حسم المركز الثاني أو البطاقة الثانية في المجموع لأن المعملة دي سانداونز وقتها هو كان حسم البطاقة الأولى فاستغلال أهلي استغلال كبير جدا كسب الهلال السوداني في القاهرة ثلاثة صفر بعد كده لعب مباراة الرجاء المغربي في مباراة منتظرة مباراة قوية يمكن الأهلي ما قدمش المستوى المأمول أو المتوقع أو اللي قدمه في المباراة الأخيرة لكن هو طلع بالنتيجة الأبرز والنتيجة هي تكون الحقيقة الوحيدة في المباراة طيب نشايف إزاي مباراة الإياب على أرض المغرب هنقدر نعمل نفس الكلام احنا كنا على أرضنا وسط جمهورنا والنادي الأهلي قدر يحقق هذه نتيجة بطمئن شديد الأمر حيختلف لو رحنا هناك؟ طبعا مباراة صعبة ملاعب المغرب والأجواء في المغرب مختلفة جدا عن الأجواء في أي حتة في شمال أفريقيا على وجه الخصوص جمهور المغربي جمهور الرجاء وجمهور اللي وداد بقى بالمناسبة هم جمهور كبير جدا جدا يعني تزاكر المباراة بالمناسبة خلصت مباراة العودة قبل بداية اتباعت خلاص انتهت فمركب محمد الخامس هيكون في انتظار لعيب الأهلي وهم واخدين على الأجواء دي ليه؟ لأن الأهلي واجه الرجاء الموسم اللي فات في دوري أبطال أفريقيا الأهلي نجح في المباراة الأولى للسيزن اللي فات ويكسب اتنين واحد راح المغرب تعادل واحد واحد فهو خرج بيه أفضل النتائج الممكنة اتنين واحد نتيجة صعبة جدا جدا هدف واحد للرجاء وقتها كان كفيل بتأهل الرجاء للسامي فاينال لكن الأهلي نجح انه يتعادل واحد واحد الأجواء هنا أكثر اتمئنان شوية فريق هدفين بيدي الفرصة للأهلي انه يبقى عنده شوية نفس يقدر يتنفسه الرجاء هيكون لي ملوش غير حل واحد هو الهجوم ولا شيء غير الهجوم أنا خسرا بفرق هدفين هفتح خطوطي أكثر الأهلي هيعرف يستغل أو أي فريق بيلعب على البطول هيعرف يستغل المساحات المبين خطوط الرجاء المتوقعة جدا جدا من دلوقتي تقول كولر حيعمل إيه قبل ما نسألك يعني انت كده دلوقتي هو بتقول أن الرجاء حيبتدي يفتح حيهاجم وكولر حيبتدي يصطاد يعني الوضع الجيم حيبقى مفتوح أنا متأخر بفرق هدفين فأنا ما عنديش غير إن أنا أهاجم أهاجم عشان أقدر أعود فرق الهدفين وبعد كده أفكر فيما هو بعد الكولر من المدربين الكويسين جدا جدا واللي قدموا بصمة مع الأهلي مرسل كولر لعب يمكن الأداء ما كانش مطمئل لجمهور الأهلي مبارح شوفنا أكتر من هاجم للرجاء المغربي في الشروط الأول محمد الشنوي عاد مرة تانية اسمه يبقى يتقال بشكل إيجابي بعد بعض الانتقادات اللي نالت محمد الشنوي مبارح أنقذ مرمى فعليا من هدفين في الشروط الأول هدف واحد منهم كان ممكن يغير سير الكلام اللي احنا بكلمه دلوقتي سير المباراة كلها تفوق محمد الشنوي التفوق في حراسة المرمى مع بعض الأداء الأولي نوعا ما من خطوط الدفاع والترابط بين اللعيبة في الملعب كان فيه بعض المشاكل يمكن ده العمل مشاكل شوية خلينا نتكلم على المشاكل هل أنت راضي عن خطة كولر اللي نزل بيها ولا كان ممكن يبقى فيه خطة أو تيكتيك أفضل من كده هو الخطة اللي كولر بيلعب بيها هي اللي بيلعب بيها لطول المشكلة كان فيه بعض من فقدان التواصل بين اللعيبة في الملعب بنشوف مساحات كبيرة يعني الرجاء بيهاجم بيضغط الكلام ده كله لكن فيه مساحات ما بين الخطوط بعضها وبعض ما بين لعيبي الرجاء المساحات دي كان ممكن تستغل بشكل أفضل من كده بكتير الهجمات اللي كانت على الفريق النادي الأهلي في الشروط الأول بسبب غياب أو فقدان الاتصال ده إن أنا أوصل الكورة يبقى فيه أكتر تفاهم ما بين اللعبين كان ممكن يوصل الأهلي فيه منطقاً وهاجم فيها أكتر في الشروط الأول ما يقلقش الجمهور يمكن شفنا اللي الهدف اللي أحرازه محمد عبد الميناء مجيه في الوقت الضايع وده وقت قاتل بالنسبة لللاعبين والمدربين سواء اللي بيحرز الهدف أو بيستابل الهدف أنا خارج من الشروط الأول يعني أنا هحط نفسي مكان فريق الرجاء أنا خارج من الشروط الأول بره أرضي قدامي الأهلي متعدل صفر صفر فجأة في آخر ديئة من الوقت الضايع مرماية بيستقبل هدف عشان كده شفنا تباين في أداء الرجاء ما بين الشروط الأول والشروط الثاني الرجاء ما رحش على نمسكنا كورة في الشروط الثاني كويس قوي صحيح يمكن أول خمسة وسبائق أول تلاتين ديئة في الشروط الثاني ما كانش فيه أي تزديد على المرمى سواء هنا أو هنا يمكن أول هجمة راح بها الأهلي وكانت خطيرة وكانت على المرمى كانت في ديئة 76 عن طريق بيرسي تاو اللي ضاعت اللي ضاعت بالزبط كان الانفراد كان ممكن يحرص فيها الهدف الثاني بدري بدري كان يعزز الفرق من بدري ونلعب وإحنا عصابنا أهد طبعا نقطة التحول الإيجابية اللي عملها كولر مبارح هو نزول حمدي فتحي حمدي فتحي من اللعيبة الممتازين جدا في نص الملعب بيقدم الفرق اللي عمله كولر مع الأهلي دلوقتي وهو زيادة لعب من نص الملعب جمعا تقدر 18 حمدي أنا عايزة قطعك ممكن قطعك نقطة حمدي فتحي دي بالزيت الناس مبارح عملة تقول ليه حمدي فتحي نزل ليه ابتدى بعمل رسولية ايه الحكاية ليه عشان كان عيان عشان كان عنده برد فما كانش مستعد في التدريبات يعني نزل يعني نزل ومتأخر ليه لا أنا افترض أن كل شيء طبيعي ما فيش أي حاجة ما هو لو تعبان أو عيان دور بيجرب ولا بيعمل ايه مش هو احنا في مباراة ما يفعش فيها التجربة خالص احنا بنلعب دور اقصائي اي مدير فني مش كولر بس مش اي مدرب هو اي مدرب في الدنيا بيختار التشكيلة الاسيسية والرئيسة بتاعته على حسب الجاهزية اللعيبة في الترايل متش او التدمرين او تدريب اللي قبل المباراة هو شايف ان عمر السولية وقاليو ديانج مع مروان عطية اللي بيقدم مستوى ممتاز من اول قدوم الاهلي من الاتحاد السكندري هم دول اللي هيقدروا ينفزوا اللي في عقل مارسل كولر لكن ده ما حصلش الترابط ما بين عمر السولية وقاليو ديانج ما كانش هو الاحسن حندي فاتحي ليه نزوله كان مهم جدا في الوقت ده علشان اللي اقل بدنية بالنسبة لعبت الرجاء كانت منخفضة جدا جدا بدأ الاهلي يعمل الملعب يفتح الملعب شوفنا حسين الشحاب يفتح الملعب ناحية الشمال ادى الفرصة الحندي فاتحي بيعمل اللعبة اللي بلعبها من الاول للموسم هو التقدم في مساحة كده اسمها الهاف سبيس ما بين الظهير الايمن للفريق المنافس وقلب الدفاع لناحية نيمين استغلها جدا استغلال ممتاز جدا وهنا الترابط بقى اللي حصل ما بين بيرسيتاو اللي عمل التمرير للحمدي فاتحي عمل الملعب مسحي اللي اللعيب المتجه اللي رأي جاي من وراء لقدام مش واخد رقابة من حد مش مهاجم عشان يتراقب لا ده جاي من نص الملعب لقدام في غياب رقابة بقى هو الجول المساحة اللي هو متعود عليها يمكن دي ابرز نقاط او الفرق اللي عمله كولر مع لعابة الاهلي هو انطلاق حمدي فاتحي جوه منطقة التمنتاشر ويمكن قابليها كمان بكتير كان مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش عملها برضو وبدأ ينميها جوه اللعبين كنا بنلاقي حمدي فاتحي وعمر السلاء مع منتخب مصر تقدموا جوه التمنتاشر بيخلقوا هجمات بيتعوجدوا جوه منطقة الجزاء استغلالها مبرح استغلال كبير جدا في وقت مهم جدا في آخر المباراة نجح بيه انه هو بدأ ما يكون واحد صفر وهي نتيجة مقلقة جدا يبقى اتنين صفر تبقى اكثر اتمئنانا فرص الاهلي ايه هل يقدر بفعلا يحسم انه هو يتقاهل الدور نصف النهائي من المطولة دي ضعيفة قوية وليلة انت شايف ايه لا هي طبعا مش ضعيفة بالعكس هدفين وانا رايح هلعب مباراة انا عندي عندي ميزة كبيرة جدا ان انا اتخطى يعني الاهلي مش عايزة بالك وقوله هو خلص وضع رجل اليمين في السامي فاينل خلص في الدور قبل النهائي التفوق فيه اول 45 ديئة من مباراة العودة هو ده اللي هيفرق مع الاهلي ازاي هيتخطى الشروط الاول من مباراة العودة المفاجأ اول 5 ديئة اول 10 ديئة هم اللي بيثيروا في المباراة هدف في مرمى الاهلي في اول ربع ساعة هيشتك الخطورة كبيرة جدا جدا في رجاء المغرب غير رجاء مصر مبارح ما كانش الاداء زي ما احنا متعاوزين من الرجاء الرجاء اه يعني هو السبيرت كانت قليلة الفتنس كانت ضعيفة جدا مبارح كان الاداء مش لعبة الرجاء اللي كانت بتلح لابوا بضغطة عالية على دفاع الاهلي فيه الشروط الاول ده الامر ده اللي اغثر على لياقاتهم البدنية على الفتنس بتاعهم فيه الشروط التاني من انهمش في الشروط التاني تماما وده ادى السيطرة للاهلي وده ادى الميزة الميزة اللي ما استغلهاش الاهلي بشكل كويس في اول نص ساعة او في اول حتى 40 ديئة من الشروط التاني انا عندي احسائيات وارقاب احنا عندنا 11 تزديدة الرجاء كان عنده 5 تزديدات على المرمى عفوا ان 6 تزديدات عندنا العدد يمكن شبه ده بالتمريرات اللي حصلت مع الرجاء هم معتمدين على الضغط هو ده اعتماد على الهجمات المرتدة وده كان موجود يمكن فيه بعض اللاعبين في الاهلي مثلا زي محمومة والد تسبب في هجم خطيرة جدا للرجاء فهو ده اللي بيلعبوا عليه الضغط على مدافع الاهلي ان هم يتأخروا في الديسجن او القرار اللي ياخدوه جوه الملعب فده ادى لأخطاء جوه الملعب وكان ممكن يستغلوها بشكل كويس الحداشر تزديدها اللي سددها لأهلي في المباراة كلها منهم سبعة في الشرط الأول يمكن كان فيه هدف ملغي للأهلي في الشرط الأول يمكن كان فيه فرصة لحسين الشحات برضو في أول عشر عشر دقايق فسبعة من الحداشر في طول المباراة فهو بيين لنا التباين ما بين الفعالية الهجومية للأهلي في الشرط الأول والشرط التاني فهي في الآخر هي نتيجة مطمئنة جدا الشرط الأول من مباراة العودة بشكل كويس أعتقد أن الأهلي يعني الهدف التاني طبمنوا أكتر والتأهل للدور قابلين كلمني عن نقاط القوة ونقاط الضعف عند فرق الرجاء المغريبي نبدأ بنقاط الضعف لأنها كتواضحة جدا في خط الدفاع خط الدفاع بيفقد تركيز بشكل كبير جدا يمكن حتى الهدف بمفل الهدف التاني كمان بالذات مع انخفاض اللقاءة بدنية مع عدم التركيز خلى لاعب في نص الملعب يتقدم لجوة الثمانتاشة وهي دي أي مدرب في الدنيا خلص هيعرف أن كولر بيعتمد على حمدي فتحي أنه يتقدم جوة الثمانتاشة ده عملها إمبارح وده وضح بيوضح إيه؟ بيوضح أن اللعيبة تركيزها أقل دخلنا في نهاية المبرأة تركيزها أقل مع انخفاض اللقاءة البدنية فخط الدفاع يعتبر من أقل خطوط اللي لعبت إمبارح فيه بقى ست لعبين جوة الرجاء في خط الوسط وخط الجنب يشكلوا خطورة يعني شفنا مثلا فاول إمبارح من الباكل يمين محمد النهيري الشناوي شاله بشكل عظيم جدا جدا استخدالهم للتزديدات من بره الثمانتاشر بشكل كبير التنفيذ الهاجمة المرتدة نفذوه بشكل كويس في الشرط الأول والشرط التاني كمان يمكن في الشرط التاني ما كملتش اللي هي تكون تزديدة على مرمى محمد الشناوي التاني طبعا طبيعي للأهلي فعملوا هجمة مرتدة في الديها 73 هجمة كانت في منطقة الخطورة من اليمين للشمال بمنطقة السولو وده يسأل عنها برضو لعبة وسط الأهلي إزاي كل ده يتساب ما يكونش فيه رقابة أقوى على اللاعبين المفاتيح اللعب اللي جوه الرجائم كمان الرجاء فيه أربع لعبين ما كانوش غايبين عن المباراة يمكن أبرزهم لعب جزائري اسمه عبد الرقوف بن غيف وهو واحد كان من أوراق فريق التراجي التونسي وكان من الأوراق المهمة جدا وغاية بسبب الإصابة كمان مش هتكلم عن نقدر نستغل نقطة النزري دي حرفته مش أحسن حاجة في الجون الطول مش مساعده أنه ياخد الكور العالية دي من نقاط ضعف طبعا من نقاط ضعف أنا سيزينيتي ويمكن دي اللي استغلها الأهلي في مباراة السيزن اللي فات برضو الهدف جاي من كورة عرضية هدف محمل عدم منعم برضو الأحرص السنة اللي فاتت في الرجاء برضو من كورة عرضية واستغلال ممتاز جدا وأحرص بالهدف كان في ملعب برضو ملعب محمد الخامس في المغرب وده اللي حسم التأهل للأهلي الموسم اللي فات برضو نفس الكورة الرأسية من بعيد ما تعتبرش من قريب حتى محمد عدم منعم وهو بيطلع للكورة وشو لو الناس هتفرج على الاعادة وشو مش لجوه بس دماغه متوجهة للجون وأنا سيد زينيتي يتعاملوا مع الكورة العالية الكورة الرأسية مش أحسن حاجة فدي نقطة ضعف قوية بالنسبة للرجاء هنشوف هنتفرج كولر هيلعب إزاي قدام الرجاء في مباراة السبت اللي جاي إن شاء الله صحيح ونشوف نتمنى إن شاء الله التوفيق للأهلي مباراة طبعا صعبة 2-0 مش النتيجة الكبيرة ليتطمن لها مش زي ما ملالي سنداونز الكسب أربعة واحد في الجزائر بس النتيجة برضو شبه من صمئنا أي نتيجة بالفوز الأهلي ضمن التأهل أي تعادل برضو نتيجة طبعا بالفوز الأهلي ضمن التأهل لقدر الله خسارة هنلعب ضربات ترجيح خسارة 1-0 تأهل الأهلي طبعا ففي أكتر من احتمالية ولكن اللعيبة بقى في لعيبة أصحاب خبرات جوة الملعب يعمل كلمة محمد الشناوي يعمل كلمة عمر السولية محمد عبد المنعم وكتير من اللعبين عندهم الخبرة المباراة التي ستكون في المغرب أعتقد أنها مباراة ستكون مختلفة بشكل كبير في التكتيج في اللعب في الجماهير عن المباراة التي حصلت في القاهرة بنشكر النقد الرياضي لأستاذ محمد عدل حلل معنا مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال وفرقة شكرا جزيلا لحضر شكرا لحضر شكرا جزيلا